قالت مصالح الحماية المدنية أنها سجلت تسعة عشر حالة إصابة في حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين على الساعة الثانية والنصف على مستوى الطريق الوطني رقم واحد ببلدية الدويس بدائرة الإدليسية بولاية الجلفة ويتمثل الحادث في انقلاب حافلة لنقل المسافرين تشغل خط الجلفة بشار وخلف تسعة عشر حالة إصابة مختلفة تم إسعافها ونقلها إلى المستشفى من طرف عناصر الحماية المدنية لولاية الجلفة